صحة وسعادة وبركاته أعزاء المستمعين صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالخير والصحة والسعادة عليكم أعزاء المستمعين وعلى كل من انضم إلينا عبر إذاعة نور دبي أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مثمر ما بين مؤسسة دبي للإعلام والهيئة وعبر هذه الإذاعة المميزة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي برئاسة مخرجنا عيسى سبيل فلكم كل الأمنيات أعزاء المستمعين وأصدق التهاني بحلقة مميزة وأيضا معانا كذلك في الإخراج محمد الصفار يعني أعزاء المستمعين حقيقة هيئة الصحة بدبي استطاعت خلال السنوات الماضية القليلة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات ساهمت بشكل فاعل في وضع نظامها الصحي في مقدمة الأنظمة الصحية على مستوى المنطقة وباتت معها وجهة لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم اليوم بنتوقف معاكم مستمعين مع إنجاز طبي نفتخر ونفاخر به هذا الإنجاز بدأ مستشفى دبي منذ عام 2014 ليكون المستشفى الأول على مستوى الدولة ومن المراكز الطبية القليلة على مستوى الشرق الأوسط التي تقدم هذه الخدمة الإنجاز هو زراعة جهاز سمع إلكتروني بجذع المخ هذا الأمر الذي يتطلب الكثير من الخبرة الكثير من الدراية من المعرفة من القدرات والمهارات الكبيرة للتعامل مع هذا النوع من الجراحات الدقيقة مستشفى دبي قام حتى الآن بزراعة جهازي سمع إلكتروني في جذع المخ لمريضين ويعتزم إن شاء الله مطلع العام المقبل ونسينا نقولكم كل عام وانتم بخير عموما مطلع العام المقبل يعتزم المستشفى إجراء عملية ثالثة لمريض آخر يعاني من مشاكل في السمع أعزاء المستمعين للحديث عن هذا الإنجاز وعن هذه الخدمة المقتصرة على مستشفى دبي حاليا يسرنا أن يكون معنا في الستوديو كل من الدكتور محمد فوزي السشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن والحنجرة بمستشفى دبي والدكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي وأيضا كذلك مستمعين يسرنا أن يكون معنا في الستوديو كذلك الأخت أم عذاري والدة الطفلة عذاري عبيد أحد المستفيدين من هذه الخدمة حياكم الله معنا في هذه الحلقة وسمحوا لي ديكاترا أنا بابتدي الحلقة مع أم عذاري يعني أم عذاري خلينا نتكلم عن الحالة اللي عشتها قصتش مع عذاري ومع هذه المشكلة في السمع اللي صارت لتخبرين القصة من البداية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أول شيء عذاري يعني كانت مريضة قلب وظلت سنة ونص لما تشافت من القلب سنة ونص عقب اكتشفت أنه هي ما تسمع أبدا نعم أوكي وبدأت البحث عن مكاني يخص الأذن طبعا المستشفيات في مناطق ثانية مثل أبوظبي مواعيدة كانت جدا بعيدة لما الحمد لله يعني حد نصحني بعيادة الدكتور حسين عبد الرحمن أيادة الخاصة أول ما تشاف بنتي قال لي دايرك تدخلي مستشفى دبي وأذكر يا كان يوم الأثنين يا الثلاثة ولما رحنا مستشفى دبي دايرك تسوينا لها بطاقة ودخلت وشوف دكتور محمد فوزي فأول شي قال لي رح نبدأ ستب باي ستب يعني خطوة خطوة أول خطوة قال لي بنركب لها معين سمعي بنشوف يا تراهي تسمع ولا لا ركبنا المعين ضلت فيه شهور تقريبا خمس أربع شهور بدون نتيجة عقوب قال لي خلاص أحين نبدأ الخطوة الثانية اللي هي MBR أوكي بعدين بيّن عنده أنه ضعف حسي عصبي شديد فقال لي لازم تدخل أشعة مقطعية ومغناطسية فلما دخلت هني بيّن أنه عنده جانب فيه تشوى خلقي وجانب ما فيه أبداً أي تكوين أذن دخلية مجرد أذن خارجية نعم فقال لي ما رح تنفع جراحة فيه جراحة يديدة واللي هي زراعة جذع الدماغ فخلاص أنا توكلت على الله قلت لي رح أسويها في الخارج مش خوفة منهني لا بس يعني قرار أنا قررت وين توجهتي؟ أمريكا جون هوبكنز بالضبط يعني لما وصلت أمريكا قال لي دكتور ما عندنا هالعملية وعندنا تجارب عليها مثل مراكز وقال لي حتى لو سمعت رح تسمع مجرد موجات صوتية لا أكثر فأحبطني أنا دايركت اتصلت حق دكتور محمد فوزي قلت لي دكتور شو يسوي قال لي دايركت ترجعي دبي فرديت دبي ما كملت شهر خلاص يعني تقرر موعد العملية والحمد الله مساعدة طاقم طبي تركي دكتور محمد دكتور جمال قسومة حسين عبد الرحمن يعني رتبوا الموضع كله وسوت الجراحة ونجحت وأقل من السبوع طلعت عذاري تقريبا من السبوع سبحان الله طيب أنا هنا أبغي توجه حق دكتور محمد يعني بعد المراجعة الأولى للطفلة عذاري ممكن ناخذ الحالة علميا كيف كانت وشو هي الإجراءات التشخيصية اللي قمتم فيها من البداية دكتور بسم الله الرحمن الرحيم أولا بحب أشكر حضاك على الاستضافة في البرنامج القيم ده صح وسعادة أم عذاري رجعتني في سنة الفين واثماشر وكان كل الشكوى إن عذاري ما بتنتبهش الأصوات لما بتنادى عليها ما فيش انتباه وفي تأخر في تكوين الكلام فمع الشكو دي بدأت أعمل فحوصات سمعية كاملة للطفل عذاري فطلعنا عندها ضعف شديد إلى عميق في الأذنين حصة عصبي بعد الفحوصات السمعية كلها ففي الحالة الزيدي بنبدأ الأول خطوة بنركب سماعات طبية للطفل وبنتابع ونشوف شو الأخبار مع المتابعة بعد شهور قليلة من 3-4 شهور ما فيش استجابة حتى مع السماعات فقررنا نعمل أشعات نشوف الأذن الداخلية زفاء أي مشاكل عملنا أشعات CTOM وراء يطلع فهلا في عيب خلقي في الأذن الداخلية عيب خلقي شديد فالعيب الخلقي دا للأسف طبعا يعني الحل الثاني بعد تجربة سماعات المفروض أن احنا بنعمل عملية زراعة قوقع دا في معظم الأطفال اللي هما ما عندهم شعوب خلقية بس بالنسبة لع ذلك الحالة خاصة ما ينفع لهذه الزراعة قوقع نهائيا فالحل الأمثل الثاني اللي هو موضوع زراعة جهاز سماع إلكتروني بجزء المخ فبدأت تديلها الكونسلتيشن على هذا الأساس أنها مش هينفعها زراعة قوقع ومحتاجها جهاز سماع إلكتروني في جزء المخ فهي طبعا يعني سألت واستشارت وبعدين قررت أنها يعني تسافر تعملها بره يكون يعني العملية صعبة وكذا ونفس الحوار اللي حصل لها حكاته دلوقتي حصل وهناك كلميتني وده خلاص تعالي ونحاول نحن نضبر لكل أمور إن شاء الله وفعلا جهزنا فريق طبي كامل وعملنا العملية الحمد لله والعملية تكللت ونقاح بنسبة 100% الحمد لله الطفل الوقت قدر على السماع حتى السماع البسيط قدر عليه وبدأت دلوقتي يعني بدأت تكلم بشكل بسيط طيب دكتور جمال قسوم سشد بيقام بإجراء لغاية الآن عمليتين لزراعة جهاز السماع في جدع المخ دعنا نتعرف على هذا الجهاز وشو هي الحالات المرضية اللي ذكرها أيضا المناسبة لاستخدام مثل هذه التقنية وكيف تتم هذه العملية باختصار دكتور طبعا نشرح الصباح الخير أول شي لحضرتك وللأخوة المستمعين كما شرح الدكتور محمد فوزي زرع القوقع عادة يجرى بزرع جهاز ضمن القوقع معظم الحالات بيكون المشكلة بالأذن الداخلية هذا بيسموه نقص سماء حسي في بعض الحالات الاسثنائية مثل حالة عذاري بيكون ما فيه إذن داخلية فإذا ما عندك تزرع القوقع ما فيه مجال تزرع بدأي نزرع بجتاء النخ بتنعمل دراسة مستفيدة بس تصوير طبقي محوري ورنين مغناطيسي نتأكد فيه عصب ولا لا حتى بعض الحالات بيكون الإذن الداخلية موجودة باش ما فيه عصب فإذا ما فيه مكان ينبه القوقع اللي حتى تزرعها بالإذن الداخلية بين الحالات يستطب موضوع زرع القوقع بجذع الدماغ جميل وهذا يتطلب مو بس اختصاصا بحجة يتطلب اختصاص الجراحة العصبية يعني هو جراح العصبية هو اللي بدأ يدخل بجذع الدماغ عن طريق فتح مجميل وإدخال بجذع الدماغ يعني هو عمل فريق كامل هو عمل فريق متكامل كبير يعني أنا أخصائي السمعيات أخصائي ذنب حنجرة اللي بيحط المستقبل الخارجي وطبيب الجراحة العصبية اللي بدأ يزرع الجهاز بمكانه في منطقة باسم جذع المخ أو جذع الدماغ بهذه المنطقة توجد نواة العصب القوقعي فالعصب موجود النواة تبعه نيو كلياس بالانجليزي أو النواة موجودة عند النواة هاي بتنزرع وبالتالي بتتنبه النواة الموجودة على جذع الدماغ وبتنقل الشارع إلى قشر الدماغ اللي هو بيفسر هذه الأصوات جميل نحن يعني آثارنا اليوم أن نستقبلهم عذاري معنا لكي تتحدث عن هذه التجربة وأنا أبغي أخذ بعد تفاصيل هذه التجربة أم عذاري كيف شايف النتائج حاليا على عذاري عذاري صح تطور ببطء بس تطور يعني في البداية أكتفي أنا أن فرحت فيها أنها تسمع دخلة عالمنا أنها تسمع أصوات واتميز يعني إذا حد دخل إذا في صوت عالي تميز كانت أبدا ولا شي أوكي وحاليا ألاحظ عليها يعني تبدأ تحاول تتكلم تحاول تطلع أصوات تحاول تقلدنا جميل جميل وعن تعامل المستشفى دبي مع البنت بنت عذاري يعني كيف شفت التعامل كيف شفت الاجراءات اللي صارت والعملية مدتها والفتر لا صراحة يعني كلمتي بتكون مجروحة في مستشفى دبي مش مجاملة حقيقة يعني أنا دخلت بطاقة دايركت موعد ما كان فيه بعد في المواعيد ما كان فيه تأخير بالشهور كانوا حاسين في الحالة يعني محتاجة تدخل جراحي سريع لهالعملية لأنه كل ما طولنا كل ما أنه صعب أنها تستوعب أو تسمع ومن ناحية معاملتهم يعني كل الإجراءات تمت بسرعة يعني أنت رحتي أمريكا ودخلتي لنسيش فيه هناك وشفتي مثل مثل هذه الأمور اللي اللي يتعاملون معها في الخارج وأيضا ما بين المقارنة ما بين العلاج اللي كان في الخارج والعلاج اللي في الداخل وبعدين ديكاتر أنا بتطرق لهذا الموضوع بعد الفاصل بس أبغي أخذ رأيه مع ذاري على الساس ما نعطلها أكثر معانا في الستوديو لا بالعكس مستشفى جون هوبكنز في أمريكا أنا ما لاحظت عليهم نفس المعاملة اللي عندنا في دبي مه مو بنفس الاهتمام أوكي سووا لها مخدر رفح سووا سمع والأشياء مر ثانية سووا لها بس في النهاية أعطاني كلمة يعني غريبة علي أنا ما سمعتها هنا مه وإذا سمعت مجرد يعني مثل موجات لا أكثر أحبطني من أول مرة فالديركت أنا دكتور محمد فوزي أعطاني الثقة وأنا ما رفق فيه من أول ما شفته يعني مستشفى دبي ثقة جميل فالديركت أنا رجعت والحمد لله يعني ما كملت فترة طويلة ديركت سووا له الجراحة ديركت يا بطاقم طبي كمساند لهم والحمد لله نجحت العملية بدون أي مضاعفات نحن نتمنى حق عذاري إن شاء الله التطور المستمر أنا عرف بأخذ بعض التفاصيل في مثل هذه الحالات على عملية التطور شو الإجراءات اللي ما بعد العملية وكذا بعد ما أوقف مع فاصل لكن قبل الفاصل بس أبغي توجه لتشوم عذاري يعني بالشكر على يعني أنت خدتي المسافة هذه ويأتينا للستوديو علشان تشرحين لنا التجربة هذه الجميلة اللي صارت معات ويعني حقيقة مثال نحن بغينا نراوي للناس مش فقط للترويج لخدمات الهيئة ولكن لا نبغي نبغي من خلال هذا المثال أن نوصل مجموعة رسال أن هناك الكثير من الكفاءات التي تتواجد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة واليوم نحن أصبحنا كذلك أحد الأماكن التي في بعض التخصصات يأتون من الخارج للعلاج والإمارات شكرا لكم عذاري العفو هذا واجبي شكرا جزيلا ومعذاري والدة الطفلة عذاري عبيد أحد الأطفال المستفيدين من عمليات زراعة جذع المخ بمستشفى دبي وأيضا نحن نتواصل مع الدكاترة معنا في حلقة اليوم نتعرف أكثر على الخدمات التي تقدم لكن من بعد ما نوقف مع فاصل قصير فاصل ونرجع لكم صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي كنا يعني في الجزء الأول من البرنامج استعرضنا حالة عذاري الطفلة عذاري عبيد مع والدتها ويعني هذه الحالة حقيقة توجهت والدة الطفلة إلى الخارج وعادت مرة أخرى إلى دبي لإجراء هذه العملية بعد ما أحبطت من يعني من التشخيص في الخارج وحقيقة يعني دكتور أنت أثناء الفاصل كنت تتحدث أن هذه العملية هي عملية استثنائية وأيضا أعتقد العملية التي ستقومون بها في مطلع العام الجاري هو أيضا يدخل من باب الاستثناء ولكن دكتور يعني أبغي أتحدث في البداية عن المرحلة القادمة للطفل عذاري يا ترى ما هي المتابعات بعد إجراء العملية بعد نجاحة مثل ما ذكرته مئة في المئة يا ترى ما هي المراحلة القادمة للتعامل مع هذه الحالة الاستثنائية ومن ثم سوف ننتقل إلى الحالات العادية الفضل الدكتور محمد الفوزي المرحلة الحالية بتجتمل على تأهيل سمعي وتخاطبي يعني حاليا دور القراحة خلاص الفترة اللي جاي كله تركيز تأهيل سمعي وتخاطبي التأهيل السمعي بيكون على متابعة السمع بتاع الطفلة بجلنا كل فترة بنعمل لها فح سمع ويلابس الجهاز ونشوف ان السمع بتاعها في الحدود الطبيعية ولا محتاج ريبروغرامي او اعادة برمجة مرة تانية بنقعد نعمل اعادة البرمجة او تضبيط البرمجة لغاية منوصل الطفلة الى لغاية مستوى سمع طبيعي ده من نحية السمعية التأهيل السمعي التأهيل التخاطبي انه بتحضر جلسات تخاطب مع اخصائي نطق بحيث انه يعمل لها تأهيل تخاطبي بحيث انه يحسن الكلام ومخارج الحروف وانه تكون كلمات تكون جمل وهذه الخدمات كلها متوفرة كلها متوفرة مستشفى دبي تتميز بوجود فريق طبي كامل يشتمل الجانب السمعي الجانب الجراحي الجانب التخاطبي فاحنا بنمثل فريق طبي كامل طيب فالشخص او المريض ما بيحتاجش ان يروح لأي مكان تاني برا جميل مثل هذه العمل يعتعد انجاز يعني يضاف للانجازات التي قام بها مستشفى دبي في هذا المجال طيب دكتور اذا كانت هناك حالات دكتور جمال اذا كانت هناك حالات اخرى تقوم العيادة الخاصة في مستشفى دبي بعلاجها وهي الحالات اللي ما منقول عنها استثنائية بعيدة عن حالات مشابهة لحالة عذاري يا ترى ما هي هذه الحالات وكيف يتم التعامل معها مثل ما شرح الدكتور فوزي انه في بمشفى دبي وحدة لزراعة القوطة متألفة اكتمل الفريق من ثلاث سنين ثلاث سنين صارنا فريق متكامل لزرع القوطة موجود بشكل يومي بتابع المرضى بشكل يومي الى الان صارنا عاملين 111 عملية خلال ثلاث سنين بينما بالخمس سنين اللي قبلها خلال خمس سنوات تم اجراء 18 عملية منذ اكتمال الفريق صارنا عاملين معدد 30 كنا نعمل بالسنة 3 صاروا 30 العملية تناجحة 100% العملية كالجراحة ما بتاخد اكتر من ساعة ساعة وربع بنعم المريض قبل يوم العملية بيطلع ثاني يوم او ثالث يوم بعد العملية الى الان مثل ما اتلك نسبة النجاح 100% فاذا هاي الحالات زرع القوقعة العادية هذا اللي حكينا هو استثنائي لذلك مثل ما عليت معذاري استعنى بجراح عصبية لانه بداخله بجهة دماغ خوة جراح العصبية وليس جراح الاذن في حنجرة بينما الحالات الاعتيادية نحن قادرين على اجراء بنفس الكفاءة اللي بأي مركز عالمي تعرف تتميز ما شاه في هيئة الصحة يمكن احسن كمان الى الان يعني كثير احنا ما نشوف اختلاطات عم نشوف مشاكل صايرة من العمليات اللي صارت بره للأسف عم نصلح عنا وعنا دلائل كتير مو بس عمليات الاذن في عمليات حنجرة للأسف بيقول لك بطلع لبرة بيطلع لبرة ترجع بيجي باختلاطات نحن نحاول نصلح الاختلاطات وعن زي كذا مثال اذا بتحبش يوم نتباحث بهذا الموضوع يعني انا ما بعرف في فكرة خاطئة وهون بلعب الاعلام دوره انه العلاج بالخارج طب العلاج بالخارج لا يعني احسن من اعتز اني اللي بشتغل فيها انا عملت بانجلترا تسع سنين ونص الخدمة الموجودة بمشفى دبي احسن من انجلترا لسبب اول شي الاجهزة متقاربة حتى بمشفى دبي الاجهزة احسن من شافي انجلترا الانتظار اقل بكتير يعني بانجلترا الواحد انتظر عمليتهم من ستة شهور الى سنة عنا شغل مثل الزرع نعطي اولوية خلال اسبوعين لثلاثة اسابيع متى ما كان جاهز عن دكتور فوزي الدراسة السماعية والشوعية جاهزة خلال اسبوعين لثلاثة قلنا الطفل اللي هو كان جاي من السودان وصل يوم الاثنين يوم الثلاثاء عمل عملية كلام ده من اسبوعين بالضبط كان جاي عمل دراسة قبل مرة اجل فيزة الزيارة اجل فيزة زيارة مخصوصة كان عندي فيزيارة من ستة شهور عمل كل الفحوصات وكان يعني خلاص احنا قررنا نوع مزرعة قوقع بس هي كانت المشكلة بس في الموضوع الماديات لما ضبط نفسه ماديا جاء على طول بفيزة زيارة ووصل لاثنين كان ثلاثة عامل عملية انا بتطرق للمواضيع المادية والتكاليف المترتبة حتى لهذه العمليات وايضا دكتور بسترسل معاك في الحديث لكن سمح لي بوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل ما نفتح المجال كذلك لاستقبال الرسالة النصية الخاصة بالجمهور وايضا اذا كانت هناك مداخلات على الرقم 600551414 للاتصال وعبر الرسالة النصية 4006 فاصل ومن ثم نواصل صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اهلا بكم مجددا مستمعين الكرام عبر برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي هذه الإذاعة المتميزة حقيقة حلقة اليوم كنا نتحدث عن إنجاز كبير حققته الهيئة خلال السنوات الماضية وهذا الإنجاز يعني متمثل في زراعة جهاز سمع إلكتروني بجذع المخ وهو الأمر الذي يتطلب حقيقة الكثير من الخبرة والدراية والمعرفة معي في الستشارة معنا الدكتور محمد فوزي استشاري أمراض الأذن والسمع والتوازن بمستشفى دبي والدكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي أيضا دكاتر نحن يعني ما نستقبل كذلك مجموعة اتصالات من قبل الجمهور معنا عبر الهاتف أبو سالم ولا سالم سالم تفضل أخي سالم سلام عليكم يا هلا دكتور تفضل دكتور سلام عليكم عليكم السلام دكتور لو سمع عندي ولد معاق عمري 23 سنة فكل يضرب ذنيه بيده يعني يضرب ذنيه ويبكي تمام يعني شو حالة هذه يعني بس مقرد انه هو بيضرب ايديه على ودنه فقط لغير ما فيش مشاكل في السمع او شي بيسمع اي شي حركة بيسمعها هو ما يتلمش بيشوف بيسمع يعني جامد يضرب طيب دكتور تابعي توجلي اسئلة اي نوع الاعاقة اللي عنده اعاقة نفسية يعني ولا اعاقة ايش وبقول المعاقة سالم شو نوع الاعاقة اللي عاقة من المولد يعني مولود في مستشفى يعني عمره 23 سنة في مستشفى الوفل قبل مه ناقص عنه اللوكسجين زي بس هو كل يضرب اذنه قم وممكن يضرب اذنه طيب سالم ما مشكلة اعتقد الافضل انه ممكن يتوجه حتى كذلك اذا اذا كانت بعض الامور الخاصة ممكن يتوجه لمستشفى دبي لفحص الاول لفحص تحديد تحديد الاسباب زاكر الله خير يا سالم على المشاركة عموما ايضا انا اخواني ابغي انوه ان مثل الاستشارات الطبية على الهواء هذه يعني متخصص فيها برنامج بلسم مع الدكتور بسام يقدر يرد عليكم بشكل مباشر في هذا الموضوع لكن ايضا اذا الاطباء كان عندهم يعني اجابة في هذا المجال ما يمنع انه ممكن نحن نوفر لانه يعني هي عملية تكاملية ما بين برنامجنا وبرنامج الدكتور بلسم على اذاعة نور دبي طيب دكتور يعني في حالة سألم انه ممكن يتوجه للمستشفى وممكن توفره لك التشخيصات المناسبة اذا كانت هناك بالفعل مشكلة في السمع لكن هو ذكر انه يسمع بشكل هذا لكن مجرد انه يسمع ظالم عمش شدد غالبا اذا نقص اكثر بيجوز شوية اعاقة بيجوز تأخر بالادراك اذا مشتد دمعنات احتمال كبير يكون في الم بس ما يعرف نتيجة موضوع الاعاقة الالم بيشير للتهاب لذلك يجب ان يثب الى مشفى دبي يتعاين بقسم ازنف حنجرة ونحط له الحل المناسب طيب ايضا اخواني في الكنترول اذا تاخذون رقم سالم خلوه بعد شوفوا اذا فيه امكانية ترتبوا لموعد قريب في مستشفى دبي يمكن الدكاتور ممكن يقدرون يساعدون نرجع لموضوعنا الرئيسي دكتور كنا قد تحدثنا عن هذه التقنية تقنية زراعة جهاز سمع الالكتروني بجدع المخ حقيقة يعني مثل مثل هذه العمليات هي عمليات معقدة ذكرتوها تقدم في مستشفى دبي وايضا هناك على حسب الكلام اللي قلتونا الخدمة المتوفرة عندنا في امارة دبي هي خدمة تعد افضل من الخارج كذلك كيف افضل من الخارج دكتور افضل اول شي من ناحية العناية والرعاية بهالعملية بالذات اوكي يعني اكيد هنن هنعملوا عملية بنفس الكواليتي او نفس النوعية بس عملية الزرع القوقعة بالذات فيها تأهيل وفيها برمجة بعد العملية اول شي مفرضا على سبيل المثال راح الى المانيا حيلاقي مشكلة بالتواصل مع الاطباء اهني كي واحد اين خلصنا العملية تأهيل بأي لغة بدي يصير من اللغة العربية صحي ما ما أقول الطفل بالبداية تعمله تشويش تبداله بالمانيا وبعدين انجليزي بسبوض يحكي عربي بالبيت يحكي اللغة اللي بيحكوه اهله بالبيت صحي صحي فإذا بعدين بدي متابعة بشكل اوقات يعني عن دكتور فوزي بيقعد فترة من ثلاثة لستة شهور لقدر يوصله للعتبة السماعية بيراجع اوقات كل اسبوع وعوقات كل اسبوعين فإذا واحد الاقامة تطلب اقامة طويلة اثنين سوء تواصل لنتجة الحواجز اللغوية ثلاثة تأهيل غير مناسب وبالتالي أهل شوي بالألماني بالانجليزي بالإيطالي بالفرنسي وطبع وشو البلد اللي رايح عليها بس حيرجع حيرجع من أول جديد لأنه هلو ما بيعرف يحكوا فرنسي وانجليزي بدي يحكوا عربي أنا هنا يعني دكتور أبغي أنت ذكرت عن حالة حالة تحد المرضى اللي جوا من السودان وأيضا ذكرت أنه رجع على الأساس أنه بس يجمع التكاليف تكاليف مثل إجراء هذا النوع من الجراحات اللي تقدم في دولة الإمارات وفي دبي بالتحديد وما بين الخارج يا ترى يعني هل هناك ما فيش مقارنة بين التكاليف بينك يعني عندينا مثلا في مستشفى دبي بتتكلف تقريبا يعني بديها للمريض كباكج بمعنى شاملة كل شيء يعني بيكون التكلفة في حدد 135 ألف درهم شامل الفحوصات من قبل العملية شامل الجهاز نفسه فحد ذاته شامل العملية الإقامة وبعد كده التأهيل فده يعتبر سعر نموزاجي يعني لإجراء مثل هذه العمليات بره في الخارج مثلا في أوروبا وفي أمريكا احنا عملنا دراسة من فترة ولقينا أن تكلفة الشخص الواحد بتبقى ما بين 700 ألف إلى مليون الشخص الواحد الشخص الواحد الواحد بس العمل عملية زراعة القوقعة شاملة طبعا تكاليف صفره والفحوصات اللي بتتعامل طبعا التكلفة الطبية في البلاد أوروبا وفي أمريكا غالية جدا ده شيء الحاجة التانية كمان الميزة لنحنا هنا في الدولة حتى بالنسبة المواطنين دولة التكلفة ديت يعني بتتغطى ممكن بالتأمين الصحي أو شيء يعني فيها في الجامعة معينة ممكن تتغطى التكلفة فتطلع على المواطن مجانا بالضبط يعني أيضا هناك الكثير من الرسال الدكتور تيني في يعني كلهم يشيدون بالخدمات اللي يقدمها من السشد بي ويخصون بالذكر الدكتور محمد فوزي الدكتور جمال قسوم وفريق العمل اللي موجودين يعني للأمانة معظم الرجع الصدى تقريبا رجع صدى جيد وجميل على الخدمات المقدمة دكتور يعني هناك أكيد لكل مرض أو لكل يعني شغلة في لها أسباب يا ترى بشكل عام ما هي الأسباب اللي اللي تؤثر على السماء هلأ في أسباب وراثية أو خلقية وأسباب مكتسبة حسب الأحصائيات العالمية واحد بالألف من الولادات الجدد يولد الصم من غير أي سبب طبعا بتزيد النسبة بالشرق الأوسط والدول العربية نتيجة زواج الأقارب أنا عامل دراسة بسوريا على 225 مريض لقيت التلت سبب وراثي يعني فيه إصابة بالعائلة والأب والأم قرايبين الثلثة الثانية كان الأب والأم قرايبين بدون أي قصة وراثية بس عندهم ولد أو ولدين مما يعني أنهم يحملون المورثات بس هي ما ظهرت عندهم هي مسمية مورثات متنحية بس لأنهم قرايبين فرصة أنهم تجتمع المورثات المتنحية مع بعضا إلا تطلع الإصابة بد يكون إصابتين متنحيتين مع لهم سائدين وجود عندهم أرايب اجتمعوا المورثين مع بعضهم طلع عندهم ولدين عندهم إصابة فإذا التلت هو التلت الثاني احتمال يكون مراثي بس التلت الأولاني إصابة عائلية في عندهم كذا حدا بالعائلة التلت الثالث غير معروف الأسباب بس في تناظرات معينة يعني في من تلاقي تناظرات عنده تشبه بالوجه ممكن عنده قصور كليا ممكن عنده تلغون التهاب شبكية صباغ صابة بالعين بإذا بنعمل إجراء فحوصات كاملة يتأكد أي متسمي تناظر أو متلازم من هالتناظرات هاي في أسباب مكتسبة يعني مثلا إذا الأم صابت بالحصبة الألمانية بالثلث الأول من الحمل ممكن الولد يطلع أصم أو أخذ أدبية الطفل الولدان جديد في كذا أطفال هنما نسميهم عالين الخطورة بوجود نقص السماء عندهم إذا ولد وزنه أقل من 1500 جرام إذا صار عنده نقص أكسجة ولادية إذا كان عنده تشوه بالجمجمة إذا كان عنده قصة عائلية أو أم أخذت أدوية سامية للحمل فإذا هدول يجب إجراء فحص سمعي فور دكتور يعني ما هي أبرز المشاكل السمع في الدولة عندنا وكم تصل نسبتها إحنا في عندنا ثلاث أنواع من ضعف السمع في ضعف سمع توصيلي نتيجة مشكلة في الأذن الخارجية أو في الأذن الوسطى في ضعف سمع حسي عصبي نتيجة إصابة مباشرة في القوقاع أو عصب السمع وثالث نوع اللي هو الضعف السمع المزدوج اللي هو بقى توصيلي مع حس عصبي معظم الحالات اللي بتجلنا من الدولة هنا تعتبر يعني مزيج من كل الحالات يعني في حالات مشكلة توصيلية مشكلة في الأذن الوسطى مسلا مشكلة في الأذن الداخلية الأطفال بالذات معظم الأطفال معظم الأطفال بيكون الإصابة في الأذن الوسطى نتيجة التهاب مزمن في الأذن اللي هو التهاب وارتشاح ماء خلف الطبلة ده بتمثل نسبة كبيرة جدا في المجتمع وبيجي الأب والأم بيشتكه بيقول مثلا الطفل بيشتكي من ألم في ودنه بيبكي بالليل مثلا بينامشي من ألم في ودنه أو بيشتكي مثلا بيناده علي ما بينتبهشي ده عادة بتحصل في عقاب دور برد أو لو الطفل عنده حاسية أو كده بالنسبة لأطفال الموليد الصغيرين لما بيعملوا الفحص المبدئي للسمع وبينجحوش في الفحص المبدئي ده بيضطروا ويبعثوه عندنا العيادة بنعمل فحص تفصيلي لو عندنا ضعف السمع عادة ضعف السمع ده بيكون من النوع اللي هو الحس العصبي ده اللي بيحتاج بقى سماعات طبية وزراعة قوقعة وحاجتنا زقبية جميل طيب دكتور جمال يعني ما بين الثالوث اللي ذكرته يا ترى في أي جزء ممكن أن نحن نتحدث عن أساليب أو مواضيع خاصة بالوقاية الوقاية يعني نحن ما بنغير العادات الاجتماعية أو الشريحة الاجتماعية أي عائلة في عندها الإصابة بأكثر فرد من العائلة يجب تجنب زواج الأقارب ما أمكن أنا أنا بعرف بعض العادات عننا بسوريا أنت هلأ بخبرني على العادات بالإمارات بعض العائلات المعينة بيولد الطفل بيقرؤوا فاتحته على بنت عمه إذا خلصوا يتزوجوا هدول بعدين وبيكملوا بهال المجال خاصة بالريف صحيح زواج بنت العم طبعا نحن ما بنغير البنية الاجتماعية هي بنية الاجتماعية موجودة في الوطن العربي في كوليا أنا بعرف عائلة الأب سليم والأم سليمة هي عندها أخين صم هو عنده أخين صم ولد عندهم ثلاث ولاد صم حتى هون عملنا ثلاث أطفال تتذكر من حتى جاي ثلاث أطفال عملنا مع بعض عندهم قصة عائلية فإذا دور العلام هون تجنب زواج الأقارب في حالات وجود أمراض وراثية سواء صمام أو إصابات ثانية هاي الوقاية اثنين الضجيج العالي يعني أوقات الضجيج العالي أكيد فيه شيء اسمه الطب المهني والطب الوقائي بالمعامل بالبرشات بعض الأفراح أوقات بتلاقي الضجيج عالي جدا ممكن يكون مؤذي للإذن هاي اثنين ثلاثة عادا تجنب تجنب الأدبية السامة للإذن طبعا بعتقد بدولة الإمارات والحمد لله موضوع هذا مضبوط المضادات الحيوية مضبوطة وخاصة السامة للإذن فيه فيه إرشادات معينة لاستعمالات وقت بيشكوا الأهل الفترة الذهبية لتعلم الكلام واللغة هي أول خمس سنين من العمر وقت يشكوا بالأهل بنقص السمع يجب مراجعة أقرب مركز صحي أو مشفى دبيب مشفى دبيب ساعة ممكن تصلى من كان من أبوظبي ولا من الرأس الخيمي صحيح وعادة ما من أخير المريض إن كان نحن والدكتور محمد إذا لنا مجال ممكن نشوفه بنفس اليوم إذا تستدعي الحاجة جميل طيب أنا هنا بتحدث عن برنامج وطني لزراعة القوقعة وجذع المخ هذا البرنامج تبنته هيئة الصحة نبغي أن نعرف الجمهور على تفاصيل هذا البرنامج بشكل عام إحنا بدأنا البرنامج لحضرتك في 2013 لما اكتمل الفريق الطبي مع بعض المطور جمال جمعانا فبقينا فريق طبي كامل كان الأول قبل ما اكتمل الفريق الطبي ده كان معظم المرضى اللي محتاجين زراعة قوقعة كان كل اللي بيعملوا بيجي ومستشفى دبي مثلا أو أي مستشفى بيأخذوا تقرير طبي ويتوقعوا العلاق بالخارج عشان يأخذوا موافقة ويسفروا بقى أي دولة من دول خارج ألمانيا مثلا إنجلترا أمريكا لإجراء مثل هذه العمليات من بعد ما احنا جينا واشتغلنا مع بعض كفريق طبي متكامل في المستشفى دبي بدأ كل الحالات بلا استثناء بنعملها عندنا في المستشفى فعشان كده يعتبر أول فريق طبي وطني متكامل لإجراء مثل هذه العمليات المعقدة جميل دكتور انت ذكرت لي أثناء الفاصل خلال ثلاث سنوات كم حالة تم تحويلها للخارج؟ ولا حالة ولا حالة ولا حالة ممتاز هذا إنجاز يعني كبير وأيضا يعني حفظ الكثير من الموارد اللي كانت تنفق في هذا المجال ذكرت أن المبالغ اللي تكلف حقيقة باعتقادة بتوفر الدولة بحدود بين 700 و 800 ألف درهم على كل مريض إذا فينا نقول عملنا 110 مرضى حسوب الرقم يطلعه لـ 80-90 مليون هذا زايد زايد المرافقين للمرضى زايد يعني الكثير من الأمور وفي توفير بملايين الدراهم نتيجة جراء العملية هون بلس قاعد ببيته قاعد ببلده بالضبط بالضبط يعني أيضا نحن ما نتحدث هذا اللي تسعاله دائما هيئة الصحة في دبي أن توفر العلاج لأن هي هيئة الصحة فيجب عليها أن توفر العلاج وليست هيئة العلاج في الخارج أنها ترسل المرضى للخارج لا يجب أن يتم توفير مثل هذه الإمكانيات في الدولة والميزة برضا أستاذ محمود عايز أضيف شيء الميزة المرجعية أن كل مريض بقاله مرجعية وقت ما يحصل حاجة يرجع لها يعني على سبيل المثال أنا جالي مثلا من كلمة من أم طفلة عامل زراعة قوقع يوم السبت في الليل وطول الجهاز مرة واحدة ما بيشتغل شيء شو أسوي والحين هي ما بتسمعش خالص والبنت بتبكي وزعلانة وكده وطولها تاني يوم تعالي عندي يعني تاني يوم الأحد كانت موجودة عندي في العيادة أخدت الجهاز عملت له ترابل شوتينج شفت إيه المشكلة اللي فيه عملت له إعادة برمجة مرة تانية الموضوع انتهى خلال ربع ساعة كانت واخدت الجهاز ومشياء تخيل حالك لو ده معمول مثلا بره وحصل شيء من هذا القبيل كيف الأهل هيتصرفهم؟ صحيح تفضل دكتور عملية الزرع هي ارتباط الطفل والعائلة مع فريق الزرع مدى العمر فيه ارتباط حتى تلاقي فيه ارتباط إنساني مون يعني هنا بصير حب الطفل بيقعد عليه معنا بيسلم علينا بيبوسنا وقات الطفل بيتصور معنا الارتباط مع الفريق هو مدى العمر كيف تتحكي مع الطبيب طبعا علمانيا بالأصل ما هيرد عليها خلاص اخده فلوسه ومشي نحن نستقبل ليل النهار عنا 24 ساعة منه وبين بيواش فا دبي حتى ممكن يجي الطبيب لو ما لقنا ونقول انه مريض اجي زرع معه المشكلة الفلانية شو بعمل؟ أنا ممكن انجزي يشوف المريض دكتور فوزي ممكن يجي يشوف المريض فإذا انت عم تقدم خدمة على مدى 24 ساعة مدى العمر حقيقة يعني انا ايضا بعد شات مجروحة فيكم للامانة ما اقدر اقيم لكن هناك المتعملين هم اللي قيموا ايضا دكتور محمد فوزي كنت احد المكرمين منذ فترة وسيطة كنجم للخدمة تمام في اجازة شيخ حمدان بن محمد بن راشد في الحكومة الذكية جميل دكتور انا عندي تقريبا ثلاث دقائق على الختام راح اقسمها ما بينكم ككلمة اخيرة تحبون توجهونها اتفضل دكتور انا اتوجه لكل اب وام خصوصا هو الكبير في حد ذاته بتحمل مسؤولية نفسه يعني الكبير اللي عنده مشكلة معينة في الاذن اذا كانت على هيئة ضعف السمع او طنين في الاذن او بيجيلوا دوخة او اي مشاكل خاصة بالاذن لازم يتوجه طبعا لتكاشف والفحص انما انا رسالتي بوجهها لكل اب وام عندهم اطفال وقت ملاحظة ان الطفل ما بيستجيبش للصوت او ما بينتبهش دايما احنا عندنا بدء مبريش حنا دايما نقول ان الطفل بيطنش لا ما نحطش دايما تفسير ان الطفل بيطنش لو الطفل ما فيش استجابة لازم الاب او الام ياخدوا الطفل ويروحوا للمستشفى ممكن يشرفوا للمستشفى دبي لاجراء فحصات على الاذن والسمع في حالة وجود اي شيء بقى فيه تدخل مبكر وعلاج الحالة بشكل كويس جميل دكتور جمال يعني سؤال واخر شيء خلنا نختم معاك اول شيء العمر الذي نستطيع نحكم فيه على سمع اي طفل شو هو العمر وايضا العملية التي ستقام مطلع العام القادم تفاصيلها على السريع العمر فور الولادة فيه اجهزة تكتشف ان الولد عنده نقص ما ولا لا لذلك يجب مسح شامل لكافة الولادات الجدد اذا طلع فيه يا ناجح يا راسد اذا طلع انه السلبي من عيده بعد ثلاثة ايام قد يكون تجمع سائل امنيوسي بالاذن اذا طلع سلبي مرة ثانية فاذا من اليوم الثالث للولادة بيتحول لهم دكتور فوزي اللي يعمل له كل الاستقصاءات ليله فاذا يجب اجراء مسح شامل لكل الولادات اللي يتأكد مثل ما الدكتور وهذا البروتوكول المعتمد حاليا في غيات الصحة في كافة الولادة لذلك التداخل مبكر ضروري جدا عمر السماعة يجب ان يكون بعمر ستة الى سبع شهور لهذا الوقت اللي بيبدأ يكتسم الكلام واللغة عندك نطق كلام لغة هي بياخذها عبر السنين لذلك تركب السماعة بعمل مبكر جدا اوكي ممتاز طيب دكتور اذا بتسمح لي بس في عشرين ثانية شو هي العملية القادمة في مطلع العام القادم هي زرعة قوقعة بطلع للطفلة زرعة جزا مخ عنده عيب خلقي برضو بالاذن الداخلية عنده ضعف في العصب فهي بغير مستقبل القوقعة فان شاء الله نعمل زرعة جزا مخ نتمنى لكم التوفيق يعني حقيقة كانت حلقة مثرية فيها الكثير من المحاور التي لم استطع تغطيتها حقيقة لضيق الوقت فلا املك الا نتوجه بالشكر الجزيل للدكتور محمد فوزي استشاري امراض الاذن والسمع والتوازن بمستشفى دبي والدكتور جمال قسومة استشاري امراض الانف والاذن والحنجرة بمستشفى دبي كذلك وايضا الشكر لكم مستمعين الكرام والشكر موصول لطاقم الاعداد فريق الاعداد والتنسيق من قسم الاعلام بادارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي ومخرجنا محمد الصفار ومن محدثكم محمود يوسف اقول لكم ان شاء الله كل الامنيات لكم بسنة سعيدة سنة 2016 ان تكون سنة خير وان شاء الله المزيد من الانجازات وحتى نلقاكم مطلع السنة القادمة شوكم على خير صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي